شهد جمهور الأوبرا سهرة فنية لعرض بلي كسارة البندق للمؤلف الموسيقي الروسي تشايكافسكي الذي قدمته فرقة بلي أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بلي كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائه الساحرة وأحداثه الشيقة وتميز هذا العرض بقدرته على حمل رسائل حضارية عديدة من المحبة والسلام والعدالة وتبادل الهدايا باستخدام عناصر إبهار فنية للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين كل عام وكل المصريين بخير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والكريسماس دائما في هذه المناسبات السعيدة تكون دار الأوبرا المصرية منارة الثقافة والفن على أتم استعدادها لاستقبال جمهورها وزوارها من عشاق الثقافة والفن لبدء عام جديد من خلال هذه الاحتفالات والمظاهر الاحتفالية التي أعدتها دار الأوبرا المصرية نتابع معكم اليوم استمرار عرض بالي كسارة البندق للمؤلف الروسي الشهير تشيكوفيسكي الذي يعد أحد أهم العروض الكلاسيكية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالشتاء ودخول العام الميلادي الجديد هذا العرض تقدمه فرقة بالي أوبرا القاهرة بقيادة المدير الفني أرمينيا كامل وأيضا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي هذا العرض الذي يعبر عن رسائل عديدة حضرية من العدالة وتقديم الهدايا والمحبة وأيضا يتنوع برقصاته العالمية من مختلف دول العالم يتنوع على رقصات أسبانية وروسية فبالتالي يتعلق بهذا العرض الكبار والصغار ويرتبط ارتباطا وثيقا بأعياد الكريسمس وأعياد الميلاد في كل العالم خاصة أن المؤلف الموسيقي تشيكوفيسكي هو من أشهر الذين كتبوا للموسيقى في العالم وللمصريين أيضا لاحتواء هذا العرض على تنوع كبير من الرقصات المختلفة هذا العرض أيضا يقدم بالحفاظ على كل تصميمه الفني من الدكورات والملابس وأيضا الموسيقى والزينات للحفاظ على الطابع الكلاسيكي لهذا العرض فهو من أهم العروض البالي الكلاسيكية على مستوى العالم أيضا هناك إقبال كبير على هذا العرض من الجمهور العاشق لفن البالي فقد نفذت كل تذاكر در الأوبرا المصرية الخاصة بحضور هذا العرض لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا كما تحدثنا بدخول العام الميلادي الجديد هذا العرض الذي كتب موسيقى تشايكوفيسكي عام 1892 وتم أيضا عرضه على دار الإمبراطورية في مدينة سان بيترسبرغ عام 1893 لتقدمه فرقة بالي أوبرا القاهرة على المصرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك التاريخ أصبح يقدم هذا العرض في ديسمبر من كل عام احتفالا واستقبالا للعام الجديد أيضا هذه العروض تتزامن مع البرنامج الثري والغني بالاحتفالات الفنية الذي أعدته دار الأوبرا المصرية على مختلف مساريحها بالقاهرة والإسكندرية لتقدم لجمهورها باقة من الحفلات والصهرات الفنية الغنائية المتنوعة استقبالا واحتفالا للعام الجديد وأيضا أمنيات للجمهور الذي حضر اليوم هذا العرض البلي وأمنيات للسلام والأمان لمصر الحبيبة وللعالم كله في بداية عام جديد كل عام وكل المصريين بخير بمناسبة هذه الأعياد والآن عودة إليكم إلى الاستوديو مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر